بثلاثية كيف كان ذلك سنشاهد في الصور الهدف الاول كريم من انباء سجار سجار الذي يؤكد في ملعب يحبه كثيرا عنصار اتحاد العاصمة لان الفوز الوحيد المنسب الفارد خارج الديار كان هنا هشام في ملعب اول نظامبر الاتحاد قدم مباراة في المستوى خلق العديد من الفرص طبعا حسب تغطية زميل اسماعيل بالقيضية الذي كان حاضرا هناك التسديد هذه المرة بقوة وحارسة شباب بعانا الامرين امام الهجمات المتتالية لاتحاد العاصمة هذا سعيد بوشوك لضيع اللقطة لصالح شباباتنا سعيد بوشوك الذي يعول عليه كثيرا شباباتنا مع ذلك كانت فيه لقطات اخرى لصالح اتحاد العاصمة وهدف ثاني كان لقسمي بعد هذه اللقطة لما تضيع يوسف في الكثير من المثالات تتلقى الاداف خاصة لما يكون في الواجهة فريق من حجم فريق اتحاد العاصمة اللي تحرر كثير خاصة بعد الفوز على المولودية في الدرب العاصمة هشام اعطاه شحنة اضافية كبيرة جدا ماذا ما انعكس جليا في الحصة الضربية التي كانت قبل اللقاء وفي هذا اللقاء وفرص عديدة متعددة لشباباتنا واخرى لمثلها لاتحاد العاصمة الذي كما سبق وقلت انه سجل الهدف الثاني عن طريق قسمي لكن في لقطة اخرى بعد ان صنع هذه اللقطات التي نشاهدها سجر دائما يبدو ان من تنقل الى ملعب اول نوفمبر بباتنا تمتع واستمتع بمباراة مثيرة بين الفريقين خاصة انه فريق اتحاد العاصمة لعب بنزع هجومية اي مراوغة واي هدف من قسمي ولا اجمل ولا اروع تقريبا يأكد يوسف انه في قمة عطاءه ورسالة واضحة للمدرب اليلوزيتش بالفعل هي رسالة للمدرب اليلوزيتش والصور توضح ذلك هدف رائع يوسف اكتشفنا هكذا على طريقة اورقية هشام فعلا مرة اخرى وهنا ركلت الجزاء طبعا نعلق يوسف هكذا على الموال بعد عرقل نشهدها المباشرة فقط منذ تواني وبمجهود كبير وكبير جدا وابوعزة يسجد ثالث الاهداف الاتحاد العاصمة سعلا علامة كاملة لقسمي على روعة هذا الهدف الذي سيجد